السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائنا أعضاء هيئة التدريس في هذا المقطع الجديد والذي سنتعرف من خلاله على مجموعات المستخدمين المجموعات تسهل على المدرس عملية توزيع الأنشطة والمهام على الطلاب كذلك هي مفيدة للنقاش مع الطلاب والإنشاء مجموعة يمكننا عمل ذلك من خلال الدخول إلى الخيار مجموعات وذلك بالضغط على المستخدمون ثم نقوم بالضغط على الخيار مجموعات تظهر لنا هذه النافذة نقوم بالضغط على إنشاء مجموعة ولنفترض أن المادة التي نقوم بتدريسها هي اللغة الإنجليزية واحد ويوجد فيها بنات وبنين نقوم بالضغط على اسم المجموعة ثم نكتب مثلا المجموعة الأولى ولتكن بنين ولتكن المجموعة واحد رقم المجموعة واحد في هذا المكان يمكننا وضع وصف معين للمجموعة ولتكن مثلا هذه المجموعة خاصة بطلاب اللغة الإنجليزية واحد بنين من هذا المكان نقوم بتخصيص كلمة مرور للطالب وفي هذا المكان يمكننا إضافة شعار للمجموعة أو أيقونة للمجموعة ولعمل هذه الأيقونة نقوم بسحب الأيقونة إلى الملف ولتكن هذه الأيقونة مثلا نقوم بسحبها إلى هذا المكان الآن نقوم بالضغط على حفظ التغييرات نلاحظ أنه قد تم إضافة المجموعة الأولى بنين نقوم بإضافة كذلك المجموعة الثانية الثانية بنات نقوم بالضغط على إنشاء مجموعة ثم نقوم بكتابة اسم المجموعة لتكن بنات رقم المجموعة وليكن إثنان وصف المجموعة من هذا المكان نقوم بوضع الرمز كما تعلمنا سابقا ثم نقوم بإضافة الأيقونة في هذا المكان ولتكن هذه الأيقونة مثلا نقوم بالضغط على حفظ التغييرات ونلاحظ ما الذي سيحدث معنا نلاحظ بأنه لم يتم إنشاء المجموعة وقد ظهرت معنا هذه الرسالة هذه الرسالة تقول بأن كلمة السر المستخدمة في مجموعة بنين هي نفسها التي أردنا استخدامها في مجموعة بنات ويطلب منا أن نقوم بتغييرها فلنقوم الآن بتغيير هذه الكلمة مثلا ثم نقوم بالضغط مرة أخرى على حفظ التغييرات نلاحظ الآن أنه قد تم إنشاء المجموعة بنات الآن سنتعرف على كيفية إضافة الطلاب والطالبات إلى هذه المجموعة ولنبدأ مثلا بالمجموعة بنات نقوم بالضغط على إضافة أو استبعاد مستخدم فتظهر لنا قائمة بأسماء الطلاب والطالبات المسجلين في هذه المادة مثلا نقوم بالضغط على الاسم أحلام أضف كذلك نقوم بإضافة مثلا الطالبة أسماء كذلك نقوم بإضافة الطالبة بركة الآن نقوم بالضغط على الزر الرجوع إلى المجموعات وذلك لإضافة الطلاب إلى مجموعة بنين نقوم بالضغط على المجموعة بنين إضافة أو استبعاد مستخدم نقوم باختيار الطلاب الذين نريد إضافتهم إلى المجموعة وليقل مثلا أحمد ثم أيمن وكذلك أسامة في حال أردنا استبعاد أحد الطلاب نقوم بالضغط عليه ثم أزح ليتم حذف الطالب من هذه المجموعة نقوم بالضغط على الرجوع إلى المجموعات نلاحظ أننا قد قمنا بإضافة ثلاثة طلاب في المجموعة بنين وثلاثة طالبات في المجموعة بنات ولحذف المجموعة نقوم بالضغط على المجموعة ثم حذف المجموعة المختارة وبهذا نكون قد تعرفنا على كيفية إنشاء المجموعات وعلى كيفية إضافة الطلاب إلى هذه المجموعات وعلى كيفية استبعاد أحد الطلاب أو مجموعة من الطلاب من المجموعات وعلى كيفية حذف المجموعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته